يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم وفق موقع جلوبال فاير باور للعام الحالي فما هي قدراته المختلفة؟ يصل عدد جنود الجيش الروسي إلى مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جندي بينهم ثمانمائة وخمسون ألفا من القوات في الخدمة ومائتان وخمسون ألفا من جنود الاحتياط وعدد مماثل من القوات شب العسكرية تمتلك القوات الجوية الروسية أكثر من أربعة آلاف طائرة حربية بينها نحو سبعمائة واربعين هجومية كما تمتلك أكثر من ألف خمسمائة مروحية عسكرية وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الروسي ما يقرب من اثني عشر ألفا وخمسمائة دبابة وأكثر من ثلاثين ألف مدرعة مما يجعله ثالث أضخم قوة مدرعات على مستوى العالم ومن حيث عدد المدافع لدى القوات البرية الروسية أكثر من ستة ألاف وخمسمائة مدفع ذاتي الحركة وسبعة ألاف وخمسمائة مدفع بيداني ونحو أربعة ألاف راجمات صواريخ أما عن القوة البحرية فان الأسطولة الروسية ضموا أكثر من ستمائة قطع بحرية منها حامل الطائرات واحدة إضافة إلى سبعين غواصة وخمس عشرة مدمرة وأحدى عشرة فرقات أيضا تبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق الصناوي للجيش الروسي مائة وأربعة وخمسين مليار دولار أمريكي وبذلك تحتل روسيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين من حيث الميزانية الدفاعية إلى جانب هذه القدرات ترجح تقاريرا أن روسيا تمتلك العدد الأكبر من الأسلحة النووية حاليا وتقدر بستة ألاف وثلاثمائة وسبعين سلاحا نوويا اشتركوا في القناة